بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معيكم مستر احمد البشر وان شاء الله هنبدأ مع بعض اسئلة الكمبيت احنا مكملين بتاعتنا عملنا فيديو قبل كده للسينتيفك ترم وعملنا فيديو قبل كده للشوز والنهاردة هنتكلم مع بعض عن الكمبيت حلفت نظركم مجموعة من الاسئلة المهمة وطبعا كل الاسئلة مهمة انا هعمل لكم في الملزمة دي حوالي سيفنتي فايف كومبيت ان شاء الله ما يخرجش منهم من الامتحان هتلاقي الملزمة دي في الدسكريبشن في صندوق الوصف تقدر تحميلها وتبضحها من اي مكان ده هناخد مع بعض الاسئلة انا مش هجاوب كل الاسئلة انا هاخد بس بعض الاسئلة كده وحاول ان انا ادرتش معاكم في الموضوع ده طيب اول سؤال مهم طبعا كل اسئلة مهمة بس انا مش ماشي بالترتيب يعني انا هتلاقيني ماشي كده افكار مختلفة اول سؤال عندنا هو الهارت الهارت كونسيستو في كام تشامبر فورت شامبرز اند كام سايد اند تو سايدز يعني انت لو جيت في السؤال نمبر سيكس ده وبصيت فيه الايجابة بتاعته هتلاقي ان نمبر سيكس ايجابتها ايه ايه ايجابتها فورت شامبر اند تو اي اند تو سايدز طيب يعني ايه يا مستر تو سايدز انت لو جيب بصيت للقلب القلب ده عامل كده يعني مجازا يعني بشكله عامل كده وبيكون القلب ده مقسوم فيه فاصل في النص كده ومشرحنا الكلام ده قبل كده وقلنا الفاصل ده اسمه ايه اسمه وول وبيكون فيه اربع اماكن في القلب سمينا ده رايت خلاص واللي هنا ده ليفت ليفت ايه بقى ده ليفت ااتريم اللي فوق ده اسمه ليفت ااتريم واللي تحت هنا اسمه فانتريكل خلاص هما كامت شامبر بقى واحد اتنين تلات اربعة يبقى انا لو جيت في الامتحان سألتك هما كام غرفة تقول لي فورت شامبرز وكم سايد تو سايدز اللي هما ليفت والرايت يجينك بقى على القصة دي يجي لك كزا سؤال يعني مسلا يجي سؤال يقولك ايه بلاد فلو فروم ااتريم تو ايه ثرو ايه انا الوقت لو جيت بصيت لو جيت بصيت لي اللي انا كنت لسه رسمها البلاد بيمشي منين لفين البلاد بيمشي من الاتريم للفندريكل مش البلاد احنا اخدنا ان بيجي من برا كده يدخل ويقوم نازل تحت ويطلع تاني صح؟ وخدنا ان هو بينزل هنا كده وبعدين يطلع تاني من هنا يبقى هو اصلا البلاد ده بيمشي منين لفين بيمشي فروم ااتريم تو فندريكل يعني بيمشي من فوق لتحت عن طريق ايه عن طريق حاجة اسمها فالف الفاصل اللي هو في النص ده الفاصل اللي هو ما بين الاتريم والفندريكل ده اسمه فالف يبقى انا لو بصيت ليه السؤال اللي هو رقم 14 هلاقي ان هو بيمشي من الاتريم تو فندريكل يبقى لجابة ايه فندريكل سرو ايه سرو فالف عن طريق ايه عن طريق الفالف ويجي لك بانتوا السؤال في الامتحان تاني انا عاوزك تركز وعاوزي تركزي يجي زي السؤال مثلا 27 يجي يقول لك ايه هو الابرات شامبر اسمه ايه تقولي الابرات شامبر اللي هو اللي فوق اسمه ايه اسمه ااتريم واللوارات شامبر اسمه ايه اسمه فندريكل يبقى انا لو جيت سألتك في الامتحان وقلتلك هو الجزء اللي فوق ده اسمه ايه التشامبر اللي فوق ايه اسمه ايهوي تقولي يا مستر ده اسمه ااتريم ده اسمه ااتريم وده اسمه ااتريم ده رعد اتريم وده ليه Shark يباللي فوق اسمهم اتريام واللي تحت اسمهم ايه? ولي تحت اسمهم ventricle Bridge el circulator Systemوresentb بيتكون من hard Mur, and blood vessels خليك فاكري happen in that لما احنا قلنا ان الجسم الانسان فيه circulator system butts on the circulator system من قلب والقلب ده خارج منه مقلب الله ده using blood vessels القواعد الدموية المنتشرة في الجسم كله والبلد اللي بيمشي جواهم الدم اللي بيمشي جواهم طب البلد نفسه بيكون من ايه؟ يعني لو جيت سألتك هنا اقول لك هتقول لي يا مستر البلد ده بيكون من وبلازمة وبلاد بليتليفس وويت بلاد سيل يبقى انا لو سألتك وقولتلك هو البلد الدم بيكون من ايه؟ حيث دم ده بيكون من كزه ايه يكون من الويت بلد سيل والرد بلد سيل والبلد تتطويب الملاعين مع ملاحظه ان الرويد بلد سيل الرويد بلد سيل هي اللي بتشلف الكربون ديوكسجويد والاوكسجين وان البلازمه بتشلف الال Gazelle خد بالك من اسم quel поставق الخاطر جدا ومهم جدا بيقول لي ايه بلد سيل مين يعني الويت ولا الرد؟ يقرب اكسجويد و bel breath أنا لما جاء في الامتحان و أقول لك مين الي بيشيل Carbon dioxide وأكسجن تقولي الرب براتسل هيا اللي بتعمل ده طب لو سألتك مين الي بيشيل الموقف الداجستة والمين الي بيشيل الأكل المهدوم تقولي إه اللي بيشيل الأكل المهدوم هو مين الي بيشيل الأكل المهدوم ده الـ بلازما يبقى جاءت السؤال هنكتب هنا الرب براتسل وهنكتب هنا إيه وهنكتب هنا بلازما ماشي تمام يجيلي السؤال بردو بطريقة تانية عن البلازمة يقول لي it is yellow watery fluid السؤال number 43 مهم جدا مين الي هي له الفلود مين الفلود اللونه اصفر جوا الدم وتشرى توامل البلازمة ببقى البلازمة دي هي الياتفلود لونها اصفر وبتشرى درجز الفلود وبتشرى كل مكونات الوحيد واللاد ويهى ماشي طب هي تعمل ايه اللون الابيض دي كانت حتى كانت بتيجي في قولي الوظيفة يقولي ايه وظيفة دي بتبقى دي بتبقى بتهاجم الجسم ضد بتحاجم يعني سوري بتدافع عن الجسم ضد الايه ضد فيجي لك السؤال ده باكتر من صيغة ماشي خلينا نفكرين الموضوع طيب ناخد اسئلة مختلفة زي مسلا يقولي او مين مين او مين طيبس او مين انواع السويل يا جماعة تلاتة الساند سويل والسيلت سويل وكلي سويل يعني السؤال نمبر فيفتي وان بقولي هنا مين طيبس او مين انواع السويل هم تلاتة رقم واحد الكلي سويل والسيلت سويل والساند سويل ماشي طيب من الاسئلة المهمة جدا انا طبعا مش ماشي بالترتيب انا باخد معاكو كده افكار وافكار وافكار من الاسئلة المهمة جدا لما اجسألك الفريكشن دي بتبقى في اني دايركشن تقولي الفريكشن دي بتبقى in opposite direction بص السؤال اللي هو نمبر 67 يقولي water resistance اكتة ان ايه direction of movement بتبقى في السيم دايركشن ولا في ال opposite ايه؟ في عكس اتجاه الحركة. السؤال نمبر سيكسي سيفن ده هتلاقي اجابته ايه؟ السؤال ده يجي لك باكتر من طريقة. يعني السؤال بتاع اوبوزت ده يجي لك باكتر من طريقة. ممكن يجي لك مسلا زي السؤال نمبر ثري. يعني يجي يقول لك هنا ايه؟ بصف السؤال نمبر ثري. يجي يقول لك ايه؟ فريكشن فورس. اكت ان اي دايركشن اف موشن. طب هي برضو اوبوزت. يعني ممكن يجيب لك فريكشن فورس ايه دايركشن اف موشن تقول له ايه اوبوزت. طب الريزيستنس برضو. طب اليووت رزيستنس برضو. كلمة اوبوزت يعني عكس التجاهل ايه؟ عكس التجاهل الحركة. واخد بالك ان ال فريكشن فورس دي هي سبب توقف الاشياء بعد ما كانت ماشية. يعني لو جيت سألتك في السؤال في الامتحان. السؤال number 4 ده. reason of stopping pull after pushing on ground. يعني سبب سبب توقف الاشياء بعد ما كانت ماشية. ايه اللي بيخلي الاشياء تقف بعد ما كانت ماشية تقول لي اه ده السبب ده friction force. يبقى اجابة number 4 لو انا جيت بسيت على اجابة number 4 هلاقي اجابة number 4 ايه? هلاقيها friction ايه friction force. نرجع تاني للهارت. سؤال مهم بالنسبة للهارت وهو السؤال number 19. السؤال number 19 بيقول لي ايه? بيقول لي الهارت ده is a muscular bump. او muscular organ. يعني عضو من الاعضاء اللي فيها عضلات. وقد ايه? about your a in size. about your fist قبض الايد. لما بتقفل ايديك كده. هو قد ايديك وهي مقفولة. زي fist incise. وده من اهم الاسئلة اللي بتيجي في الانتحان. طيب سؤال 32 من الاسئلة المهمة جدا. السؤال اللي بيتكلم عن ايه? ان الطيور والعصفير والحاجات دي. ربنا خلق لها شكل. والشكل ده اسمه ايه? to a resistance. يعني ربنا خلق العصفير دي. لو انت بسيت لشكل العصفورة. العصفورة بيكون شكلها عامل كده. يعني ده اسمه streamline shape. والstreamline shape ده? علشان يقلل احتكاكها بالهوة. كلمة يقلل احتكاكها بالهوة ده? اسمه to decrease. decrease يعني يقلل. to decrease air resistance. عشان يقلل ال air ايه? عشان يقلل ال air resistance. يبقى اجابة السؤال ده اللي هو number 32. اجابته هتكون اهي. هتكون ان لها streamline shape. to decrease air resistance. طيب. واحد من الاسئلة الاساسية في الامتحان هو السؤال 54. وبيجي لك complete. وبيجي لك choose. وبيجي لك بكزة طريقة. يقول لي مين اللي بيعمل blood clot? او يعمل coagulation. كلمة blood clots او coagulation اللي هي تجلط الدم. يعني واحد اتعور. والواحد اللي اتعور ده. الدم عاوزين نوقف النزيف. فربنا خلق لنا ايه عشان يوقف النزيف ده. يعمل اشرة كده. ويخلي الجرح يوقف. ده بنسميه blood platelets. برافو. ده اسمه blood ايه. ده اللي هو 54 ده. الاجابة هتكون ايه? الاجابة هتكون blood ايه blood platelets. وده هيجي لك في الامتحان هيجي لك. يعني انت هتلاقي نفس السؤال ده موجود في الملزمة كتير جدا اولا. وهتلاقيه جايلك في اللي تشوز وجالك في الكلام من ده. طيب. اسئلة الكمبيليت اسئلة مهمة. وانا حطيت لكم في الملزمة. وانا متأكد ان انتو شاطرين. ابتدوا حلوا الاسئلة دي. انا حبيت في الفيديو بس ان انا اناقش بعض الاسئلة معاكم. وان شاء الله في الفيديو اللي جاية لو انت حابب نوعية الفيديوهات دي. اعمل لي لايك عشان اعرف ان انت حابب الفيديوهات دي. ماشي. وهناقش المرة الجاية ان شاء الله. وهنتكلم المرة الجاية مع بعض عن الكوريكت اندرلاين دورد. وبرضه هناخد بعض الاسئلة كده. ونقعد نشوف الكوريكت. ونتكلم عنه. وهستنى نشوف الناس اللي عملت لايك. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشر. باي باي.